هذا الصوم نجي نشوف الأحاديث الموجودة عند الشيعة ماذا تقول طبعا عند الشيعة فيه روايات عن صوم اليوم الأول النبي ذهب ثم أنه يعني بعد ما النبي أهمل الموضوع ما كان يحث على صومه أحاديث عند الشيعة تقول رواء الحسن بن علي الهاشمي عن فلان عن كذا قال سألته أبا جعفر عليه السلام عن صوم معاشراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة قال نجب فسألت أبا عبد الله من بعد أبيه عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال أما أنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا أجرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل حسين بن علي صوات الله عليهما عن جعفر بن عيسى يقول سألت الرضا عن صوم عاشراء وما يقول الناس فيه فقال عن صوم بن مرجان تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل حسين عليه السلام وهو يوم يتشاءن به آل محمد صلى الله عليه وآله ويتشاءن به أهل الإسلام واليوم الذي يتشاءن به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به ويوم الأثنين يوم نحسن قبض الله عز وجل فيه نبيه وما أصيب آل محمد إلا في يوم الأثنين طبعا هذه أيضا نواية يعني تركب كل الأمور السيئة على هذا اليوم الله أعلم بمدى صحتها إضعف سيد الخوئ المهم نتيجة أنه فمن صامهما أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب وكان حشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما ثم قال وأما يوم عشراء في يوم أصيب فيه الحسين عليه السلام صريعا بين أصحابه وأصحابه صرعا حوله أرات أفصوم يكون في ذلك اليوم كلا ورب البيت الحرام ما هو يوم صوم وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل كذا غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض المهم شوفوا أهل البيت أحاديث بعيدا عن تصحيحها أو تضعيفها بس هي بالتراث الشيعي هاي الأحاديث موجودة أنه يوم حزن والشيعة حتى الآن يحزنون منذ مئات سنين في مقابل الانتصارات الأموية والتي كرسها صلاح الدين الأيوبي في مصر وسواها عادة في الشماء الأفريقي مثلا في بعض البلاد يفرحون يقدمون لحلاوة تهاني مثلا يوم صوم عاش وراء أسأل إذا كانت صوم صوم بس ليش تفرح مثل ما شفته حتى شيخ أبن تيمية وأبن كثير وأبن الجوزي دائما يستنكرون هذه العادات القبيحة التي ترافق هذا اليوم والتي سنها الأمويون احتفالا بانتصارهم على الإمام الحسين وفرحا بذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا